قصة ليه علاقة بالأهل والزمالك ودي أهم الحاجات اللي اهتمت بها السوشال ميديا في آخر 24 ساعة قبل المطش بتلات أيام. أول حاجة الشناوي رجع التدريبات وفيه كلام كبير جدا ان هو يرجع وهيلعب المباراة مش مؤكد لكن الجهاز الطبي بيقول ان هو جاهز. طيب البعدية الشكبالة قبل القمة عمل تصريحات ليه علاقة ان هو منتظر الرد وكابتن حمادة أمام كمان النهاردة حزم إمام سوري. مبارح. الله يرحمه حزم إمام. عمل تصريحات وعمل إحاطة مبارح. مبارح سأل السيد وزير الشباب ورياضة لما كان في البرلمان وقال له ان من حق ان يلعب ورئيس اللجنة العلمية. بس هتسمح لي هنا حقف ديها وحدة علشان نشرح للسادة المشاهدين مشكلة مركز التسوية الأستاذ طروة سويلم في الرابطة. رابطة الأندية طلع وقال ان مركز التسوية ليس لها أي الزام ولا اعتراف لا في الفيفا ولا في المحكمة الرياضية المشكلة فين ان لو السيد احمد مجاهد اعترف بحكم مركز التسوية الاهل معاه حكمين في مركز التسوية حكم ضد عبدالله سعيد ب2 مليون دولار رفض تنفيزه الحكم التاني اقاف لعيب الزمالك التمانية اللي توقف 12 مباراة فحترجع لو طبقت الحكم اللعيبه دولي اشتركه في مباريات الدوري تسحب من الزمالك بس برضو في كلام على لسان احمد مجاهد هو قال هتوقف حكم التسوية اللقطات السريعة الحكم القمة مصري بناء على كلام كابتن عصام عبدالفتاح شبير النهاردة قال لك غالبا حكم القمة مبين محمد عادل وابراهيم نور الدين وعلى عهدة كابتن احمد شبير احنا بنتكلم على احمد ياب قال لك لان كان في كلام من مباراة تنقل الدفاع الجول لكن قال لك لا بسادة القاهرة ولا نية للتغيير التذاكر خلصت يعني هما ألفين تذكرة يعني طبيعي بالنسبة لأهله الزمالك يخلصوا بيقولك فقال من ثلاث ساعات المباريات خلصت الزمالك والأهل طيب دي أكتر حاجة اهتمت بها السوشيال ميديا فيه ناس بتكلم احنا بقى عندنا دولي ممتع مدفوع بالوحدة التسعة ناس بتكلم على جودة المباريات بعد سنين من الصورة ما كانتش بالجودة الكافية آخر حاجة كابتن او الفنان القدير نبيله حلفاوي وهو على فكرة رياضي أهلاوي شديد بس موزون جدا يعني لما تشوف كلام وبقولك احنا داخلين على مطش قمة ويا ريت نستمتع به ويبقى مطش مفتوح وعامر بالأهداف ياريت كمان نبقى لطاف مع بعض والتحفيل قبل وأثناء وبعد اللقاء يبقى لطيف برضو ودم وخفيف نجرب كده مرة في إطار من المحبة من غير شتاين نلعب في الآخر طيب